بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم لو عندك مشاكل في الإطارات الأمامية في أصوات بتصدر في المنعطفات في خلال بيحصل في الإطار في أصوات مزعجة بتصدر باستمرار وتآكل سريع للإطار هنروح مع بعض نشوف إزاي بيتم ضبطها في الورشة أو في المحطة ونشوف كمان إزاي تقدر بكل سهولة تضبطها في المنزل نروح مع بعض نشوف حاجات مهمة جدا وجميلة في حلقتنا النهاردة ونشوف كل شيء فيها بالتفصيل أنظمة التعليق مهمة جدا من خلال أنظمة التعليق بنقدر أن احنا نوزن المركبة ونحدد الأوزان الخاصة بالمركبة والأوزان الداخلية وعلى هذا الأساس بيتم عمل المساعدين وبيتم عمل نقاط الارتكاز الخاصة بالإطارات الإطارات الخلفية بتبقى ثابتة الإطارات الأمامية بتحتاج طبعا لنظام معين عشان التوجيه فبيبقى لها زاويتين مهمين جدا لو الإطار بيتآكل أو لو حصل خلل في الزاوية دي الإطار بيتآكل بتحس برفة في الإطارات الأمامية بتحس في المنعطفات أن فيه خلل أو مشكلة فيه أصوات بتظهر كمان في المنعطفات والإطارات بتتآكل سريعا الإطار سعره ومش قليل فمهم جدا أن أنا أحافظ عليه وعلى عمره لافتراضي الزاوية دي مهمة جدا وحنقولها علميا وعمليا وحنروح مع بعض مركز الصيانة عشان نشوف إزاي يتم ضبطه عن طريق الأجهزة المتخصصة وبعد كده حنروح مع بعض نشوف إزاي بيتم ضبطه في المنزل أو في ورشتك أو بأبسط الأشياء ممكن أنت تقوم بضبط الزاوية الخاصة بالإطار حنروح مع بعض مركز الصيانة ونشوف إزاي بيتم ضبط الإطارات الأول بيتم تركيب عدسات عشان تحدد لي الزاوية والمستوى بتاعت كل الإطار بيركب العدستين في الإطارات الخلفية وبعد كده بيركبها في الإطارات الأمامية ومهم جدا بيدخل على الكمبيوتر وبيحدد نوع السيارة عشان يقدر يحدد الزاوية الخاصة بيها المسموح به لو عندك كتالوك سيارتك حيبق بسهولة أنت تعرف الزاوية واللي حنستخدمها في الضبط اليدوي اللي حنشوفه مع بعض بعد شوي بعد كده بعد ما بيثبت العدسات بيدي أمر للكمبيوتر عن طريق العصى اللي قام بقياس المسافات بين الإطارات وبعضها بيدي إشارة بيضغط عليها وبيدي إشارة للكمبيوتر عشان يبدأ الكمبيوتر في عملية القياس تمام بعد كده الفني بيبدأ يمسك الضراع اللي مربوط بالإطار ويفك الصمولة شوية ويبدأ في الرط عشان يضبط الإطار والزاوية الخاصة به أثناء التشغيل بنلاحظ أن الكمبيوتر بيدي الإشارات وبيدي ألوان تبعا للزاوية المسموح به أول ما تيجي الزاوية السليمة بيبدأ الكمبيوتر يدي لون أخدر أن المسافة دي أو الزاوية دي هي المسموح به هيبقى أنا كده رحت في المحطة ضبط السيارة بكل سهولة وما ننساش أن في البداية لازم يتم تثبيت عجلة القيادة في المنتصف بالضبط عشان يقدر يضبط عليها الإطارات ويتم عملية الضبط بكل سهولة كده إحنا تم ضبط الإطارات في المحطة أو في الورشة أو في مركز الصيانة وضبطنا الزاوية الخاصة به طب لو أنا عايز أعمل العملية دي في المنزل بكل سهولة هنروح مع بعض نشوف إزاي نعملها ومهم جدا قبل ما أقوم بعملية الضبط الإطارات لابد أن يكون لها نفس الضغط إطارات جيدة ولها نفس الضغط المستوى اللي أنا موقف عليه السيارة يكون مستوى واحد مفيش أرض ميلة عن أرض عشان ما تحصلش مشكلة وحستخدم أولا ميزان مية الميزان ده مخصص لكده هنحاول نجيبه إن شاء الله ونشرحه بالتفصيل على القناة وهو سهل جدا عن طريق ميزان المية بتثبته على الهوب أو على الدسك نفسه بتاع الفرامل فيه مغناطيس مثبت فيه بتثبته وبعد كده بتقدر تثبت الزراع والصمولة زي ما حضراتكم شايفين كده بتبدأ تثبت الزراع بالمفتاح وتبدأ تفك الزراع وتربط الزراع عشان تقرب وتقلل المسافة وحتلاقيه كاتب لك أو فيه تنويه على ميزان المية في علامة الزيرو لما بتبقى مضبوط لو الزاوية فيها زيادة أو نقصان بيظهر عندك على الميزان ده فكده طريقة الضبط دي سهلة جدا ما فيش فيها مشكلة الطريقة التانية إن انت بتمد خيط بين الإطار الخلفي والإطار الأمامي وتبدأ تشوف المستوى أو الليفل زي ما شفناه بالضبط في الأول في مركز الصيانة شفناه عن طريق العدسات هنا انت بتعمله يدويا بتبدأ تضبط الخيط ده بين الإطارين الإطار الخلفي والإطار الأمامي وتاخد المقاس بين الإطارات الخلفية والإطارات الأمامية عشان تضبط المسافة نفسها وتفضل تضبط وتقيس بالمت وتبدأ تضبط في المصمار أو تفك السمولة وتبدأ في عملية الضبط لحد ما يضبط معاك المستوى أو الزاوية بتاعة الإطار طب الزاوية بتاعة الإطار دي تقريبا بتبقى كان هنا هيظهر قدام مني الزاوية البوزيتيف والنيجاتيف يعني الموجبة والسالبة المفروض إن الزاوية الخاصة بيها هتبقى في حدود قليلة جدا قدر المستطاع لإن أنا موقف السيارة على أرض مستوية يبقى المفروض إن الزاوية تكون زاوية قائمة وبكل سهولة ممكن أقوم بتصميم مثلث قائم الزاوية على ورق كارتون أو ورق مقوى أقدر أضبط به الزاوية بكل سهولة وطبعا الزاوية لازم أن تكون زاوية قائمة طالما الأرض مستوية ما فيش أي مشكلة حقدر بكل سهولة إن أنا أضبط زاوية الإطار يبقى كده حلينا المشكلة أو أمنا بضبط الإطار بكل سهولة بدون أي مشاكل ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم وكل عام وأنتم بخير